نأخذ مثال آخر 713 تقسيم 1 و 30 نمثل المقسوم على المعداد اللي هو 713 تقسيم 1 و 30 عندي 7 تقسيم 1 و 30 ما يصير 71 تقسيم 1 و 31 يا رقم أضرب أنه قريب علي ويطلع لي قريب على السبعين أضربه في 31 هو 2 ثنيا في 31 يساوي الـ 62 أنا قص من الناس 60 والاثنيا أنا قصها من لا أعدي ناقص اثنيا هنا ناقص اثنيا شي ساوي ذا ما عندي ناقص 10 زائد 8 لاحظ يعني شلون إتقان عمليات الجمع وأطرح على المعداد جدا مهمة شنو بقى عندي من هذا الرقم كله هو بقى عندي 93 هذا بقى عندي 93 93 تقسيم 1 و 30 لأن هنا بقى عندي إيش قد من من الـ 71 اللي قسمت على الـ 31 اثنيا فيبقى عندي 9 و 3 إذن 93 بقى مننا هذا 9 و ها ينزل 3 إذن 93 تقسيم 1 و 30 يا رقم أضرب أنه في 31 و ينطيني 93 اللي هو 3 و حتى ما تقول يعني إذن تعلمنا في المحاضرة السابقة في الدرس السابق يعني إذا تشوف العامل المشترك ببياناتهم اللي هو هنا 9 قسمها على 3 و 3 3 تقسيم 1 و 3 إذن العامل مشترك هو 3 حتى لو ما تقول يا رقم أضرب أنه في 31 و يطيني 93 إذن 3 في 31 يساوي لـ 93 ناقصها يسنقصها 93 اللي يطلع عندي إذن الناتج هو يساوي لـ 23